يعني احتفالات مكملة طبعا لغاية الوقت من أصغر المشجعين لأكبرهم الأغنية دي خدت شكسي طبعا كبير جدا بسبب احتفالات نادي الأهلي واللي ما يعرفش أو اللي مش متابع جماهير الرجاء في أول مباراة لها في الدوري احتفلت بالأغنية دي أو غنت الأغنية دي في مدرجات ملعب المباراة طبعا بعد خسارة الوداد قدام الأهلي اعتقد بيقولوا لي مطش كان الرجاء ونعدة بركان صحيح وفي نفس التوقيت دي يمكن الوداد بعد مباراة مع الأهلي يتعدل مع الجيش الملكي فجماهير الرجاء رددت نفس الأغنية دي في ملعب المباراة طيب خلينا طبعا في إطار الشد والجذب في إطار الهزار الخفيف اللطيف كل شيء مبور في كرة القدم دي واحدة من جمال المشغبات اللي بتحصل بين الجمهور مدامة لا تتخطى الحدود مدامة ما فيهاش تعدي بأي شكل من الأشكال على اسم أو على كيان أو على جماهير مدامة في إطار الخفة الكروية يعني زي ما بيقول ما عدا زلك مش كرة ومش رياضة على الإطلاق هارد لك لنادي الوداد يعني كل التقدير والإحترام طبعا لنادي كبير جدا وزي ما قال كابتن سيد عبدالحفيز واحد من الأندية الحقيقة اللي أصبحت موجودة على الساحة الأفريقية والأهلي يضح دايما فيه اعتبار كمنافس قوي جدا على كل أقاب والبطلات بالإضافة لنادي الرجوع بالإضافة للترجي بالإضافة للسانداونز دي الأندية الحقيقة اللي في السنوات الأخيرة في أفريقيا هتدى تبص الأخر عشر سنين هتجد دايما واحد من الأندية دي موجود في مباراة نهائية أو محقق لقب سانداونز حقق لقب الوداد حقق لقبين الأهلي حقق ثلاث ألقاب الترجي أعتقد لقبين فبالتالي الرجوع محقق كونفدرالية وموجود دايما بين الكبار فبالتالي لازم دايما تبقى كل الأسماء دي محل تقدير واحترام